مرحبا بكم في قناة دي دي سامودي وهو الخل وكيفش غدين تعاملوا معه في تربية الارانب ويعني اسموهما الامراض اللي ممكن ان الارانب ديالنا يتصابوا بها ويداويهم هاد الخل هاد الخل اللي هو رخيص التام كينبعد الصيدريات اللي كتمشي عندهم الصيدريات بيطارية وهد شي عند تجريبة يعني سولت واحد الصيد يعني يعني نقوله خدام تهوف واحد عند بيطاري وهدر لي علاء مني كتمشي عند البيطاري وكيعطيك كتقول له مثلا عندي الارانب ديالي فيهم الكوكسيديا كوكسيديا هي لا دياري يعني كرشهم كتكون جارية عشنو كيعطيك؟ كيعطيك واحد القرعة يعني ما كيقول لكش اسموه المحتوى دياله منين كتتحلها كتلقى فيها ريحة الخل يعني منين كتشمها كتلقى فيها ريحة الخل منين احضر معاي الصيد قل لي يا ارا هاداك غي خل عادي ما كيديروش فيه شي حاجة زيادة ولا والغريب في الامر انهم كيبيعوه بعشر دلاهم لقرعة صغيرة عند ذاك يعني قرعة صغيرة كتبه بعشر دلاهم كيقول لك ديرها ثلاثة المرات وفعلا ما كيبقاش عند ذاك المشكلة هاد القرعة هادي يعني ذاك القرعة الصغيرة ممكن ان هاد القرعة هادي ديالربعة دلاهمونس ممكن تدير منها واحد احنا نقولوا واحد جوج ثلاثة اربعة تستديل القنينات صغار تخيلوا السفل القنينات صغار هو نفس المفعول اذا نهضروا على هدا با درنا على هدا هدا يعني الاختلاف الاتمينة نهضروا دابا على اشنو كيدير هاد الخل الكوكسيديا اسموه اشنا هي بالنسبة الارنب الصغار او حتى الكبار وهو مني كرشهم كتجرة كتولي انت ما قادرش هو الارنب ما قادرش يسيطر على كرشو وكي ضعاف يعني كيولي ديك الفضالات ديالو ماشي مكورين مكورين مكركبين با يعني بوحد دائري بشكل دائري لا كتولي كرشو احلا يعني احنا مني كنشوفوا الكاج ديالنا يعني التربية ديال الكيجان مني كتشوفوا في الميكة يعني تحت هاد الميكة هذي بحل هكا ما كتشوفوش الفضالات كما كتشوفوهم دابع انتوما كتشوفوا الفضالات يعني بشكل دائري لا كتلقوا هاد جي هكا السوداء اشنا هي السوداء يعني ارى فيهم لا دياري والاسم العلمي ديالها وهي الكوكسيديا طريقة ديال تستعمال ديال هاد الخل سهلة وبسيطة يعني هكتديروا معلقة ديال الخل معلقة حلقة كبيرة اللي كتستعملوا كتديروها مع ايطروا ديال الماء وهذا كيطروا ديال الماء كتفرقوا عليهم يعني في طاصة ديالهم او الناس اللي ديرين شرابات اللي ديرين الحلامات في تيويات مهم انهم كيشربوا منه كونهم متأكدين انه انه شي حاجة خيالي يعني في البلاس كيوليو كرشهم مزيانة اه القضية ديال وش هو علاج او لغي وقاية انا كننصح به كويقاية الحقيقة كننصح به كويقاية هاد الخل هادا اه في الحقيقة يكون عندكم في يعني في يعني في الصيدلية الصغيرة ديالكم يعني كما كيكون عندكم ادوية اخرى مثلا ديا تسموق الأدون اولاد الأدوية العادية اللي يكون عندكم ديا الارانب يكون عندكم دي ما الخل يكون عندكم بيكربونات الصوديوم ا hoffe لانتفاقات والخل ضروري انكم ديم يكون عندكم محطوط يعني في الصيدلية الصغيرة ديالكم الخاصة بالالآن كيف جال wicked نستعملوها كويقاية وهي ما لدينا وحد المذكرة كتبين فيها التاريخ يعني مثلا دلنا هاد الخل أرشيناه دلنا لهم يعني في يطروا ديال الماء وكبيناه لهم كاملين نقيدوا بتاليخ ديال هاد النهار ونتسلنا واحد خمسة شر يوم ونعودوا نفس العملية بالتاليس مو كان كونو دلنا كان كونو دلنا وقايا ماشي نخليوا تاي مرضو عاد نديروا لهم العلاج لا يكون عندنا واحد نظام غادين به اشن هو هذا النظام اننا نكبو هادك الخل وفوحد يطروا ديال الماء ونعطيه لهم ونقيدوا هادك التاريخ ومنيني يوصل عليهم عوثاني خمسة شر يوم اخرى ان عوثانين عودوا لهم نفس العملية وهكذا دوليك على طول حيات ديالهم وكونوا متأكدين ان هذه غادي تكون واحد الوقاية من نوع خاص تمان الرخيص يعنى هاد القرعة ممكن هاد يضرب بزاف اعتموه هي معيلقة ديال الخل يعنى لمدة ثلتية ما تديرو علهم ثلتية معيلقة ديال الخل فمدة ديال خمسة شر يوم يعنى اراها شئ خيالي هاد يضربوكم بزاف احد هاد يضربو عبد رمونس هاد يضربوكم بزاف وفي نفس الوقت ما تسنوش المرضتي يكون عابش ديرولهم إلا ديروها كعلاج كوقاية عفوا يكون كوقاية الناس اللي ضربوا لهم الأرانيب ديالهم صاف يخدموا الخل مزيان ولكن يصمروا عليه يبقوا ديما غادين على الخل راه شي حاجة يعني جد جد فعالة ورخيصة في الثامن إذن اللي عجبته الحلقة ما تنسوناش في جير الجام تكيو على زر جام نزلوا سبعكم اللي تحت وتكيو على زر جام باش تسندونا نزيدو القدام ما فيها باسي لاحل القتير السوري وتكيو على زر جام باش تسندوني ونقصر تقوم فيديويات مهمة بحال هذا الفيديو درع في فيديو هادية مهم في تربيق الأرانيب الخل تكيو على زر جام وتكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة